في حوار أجرته قناة دي أم سي المصرية مع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أكد معالي أن خطوات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر مستمرة وتستهدف السياسة القطرية السلبية تجاه دول المنطقة ولا تستهدف الشعب القطري الذي تربطه بدول الخليج العربية والبحرين بالتحديد علاقات قوية هذه خطوات حقيقية نستهدف فيها السياسة القطرية وليس الشعب القطري الشعب القطري مننا وفينا خصوصاً نحن البحرينيين يا أخي هل نقول لك كلمة عن الشعب القطري ما عندنا مشكلة لأن الدماء اللي تجري فينا دماء واحدة أسر واحدة قبائل واحدة امتدادات تاريخية فهذه شيء ومسألة السياسة القطرية شيء ليس المشكلة المواطن القطري المشكلة تكمن في الجواز القطري الجواز القطري الذي منح لإرهابي دخل إلى المملكة العربية السعودية وأقصد هنا المقرن زعيم القاعدة في المملكة العربية السعودية دخل إلى المملكة العربية السعودية بجواز قطري مزور واللي هم يعرفوه وتآمر وقتل وقتل من الشعب السعودي إلى أن قتل وراح عندنا مشكلة مع أي وثيقة قطرية احنا البحرين مرين في مرحلة صعبة لما جاءت المطالبات بثلث أراضي مملكة البحرين ثلث 30% وأكثر وكانت هناك 83 وثيقة مزورة تزوير زورت التاريخ زورت الأسماء واختلقت مختلف القصص والحمد لله فشلت في محكمة العدد دولية عندنا مشكلة الآن مع الالتزام القطري والتوقيع القطري فهي مسألة سياسية هي مسألة رسمية مع من يتولى الأمور في هذه الدولة ويجب أن يصلح الحوال أما الشعب فهو شعب واحد هذا وتطلق مع الوزير الخارجية إلى تأمر قطر على دول المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص باستخدام أذرعها الإعلامية المتمثلة في قناة الجزيرة القطرية لما يتصل مسؤول قطري بالتليفون بأحد المخربين أو زعماء المخربين في البحرين اللي الآن هو لاجع عند حزب الله في بيروت ويكلمه ويقول لأي أشياء عندكم عطونا ياها بنحطها في قناة الجزيرة ماذا تسمي هذا الشيء؟ هذا التآمر بهذه الطريقة خصوصا لأقرب أشقائك يعني كان صعب شيء بالنسبة لنا لكن ما كان لنا بد أن نقف هذه الوقفة ونشكر أشقائنا في وقوفهم معانا في هذا الموقف من البداية ونتطلع إلى أن نحن نحقق ما نصب إليه من إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة كلها إلى ذلك أشار معالي وزير الخارجية إلى اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكملي 2014 كفرصة لقطر لإصلاح سياستها تجاه دول المنطقة إلا أن قطر أوقعت واستمرت في سياستها الداعمة للإرهاب بل وزادت اتفاق الرياض في 2013 واتفاق الرياض التكملي في 2014 في حياة رحمه الله الملك عبد الله بحمد الله هذا الشيء كانت خطوات اتخذت وبكل أمانة في التعامل مع الملف بإعطاء الفرصة وإعطاء المجال للأخ الشقيق أن يصلح من سياسته تجاه دولنا اتفاق الرياض أيضا تضمن نقطة مهمة تتعلق بمصر وعدم الإساءة لمصر وعدم مساندة الإرهابيين في مصر وعدم شن الحملات العلامية على مصر كانت موجودة في الاتفاق وتم التوقيع تم التوقيع على الاتفاق من قبل قادتنا جميعا ومنهم الشيخ تميين بعدين الفرصة منحت أنهم يصلحوا هذه الأشياء لم تصلح بل واستمر الشيء وزاد فجاءت هذه الخطوة الخطوة دائما من جانبنا ليش مش قبل ليش الآن تعطي الشقيق فرصة أنه يصلح الموضوع ويتعهد بكلمته لم يحدث هذا الشيء وأشار معالي وزير الخارجية للأدلة التي تم الكشف عنها لإثبات دعم قطر للإرهاب مشددا على أن الأدلة أكثر من كافية لإثبات تلك الحقيقة وما يتم الكشف عنه في أحدى دول المنطقة هي أدلة تخص الجميع وتعبر عن موقف دفاعي جماعي في وجه الإرهاب الأدلة التي طرحناها لحد الآن أكثر من كافية أدلة كثيرة من مختلف الدول وأنا بالنسبة لي في البحرين لا أكتفي بأدلتي التي لم يحصل لبلادي البحرين الدليل الموجود في الإمارات العربية المتحدة هو دليل يخصني الدليل الموجود في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية يخصني لأن هذه كلها موقف موحد فكل أدلتنا تقع في بوتقة واحدة وهي موقف دفاعي ضد هذه الهجمة التي استهدفت العالم العربي كله وتطرق معالي وزير الخارجية إلى مطامع قطر في المنطقة مؤكدا أن ما تسعى قطر إلى تحقيقه من هيمنة سيكتب لها الفشل بسبب ارتباطها بتحركات مشبوهة تستهدف دول المنطقة بأسرها ووقوف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بوجه دعم قطر للإرهاب والله أخي هذا المتروك هذا الأمر يخص من تولاه وتآمر به على هذه الدول ووقف مع أسقاطها ووقف مع تخريبها هذه الشيء الحقيقة يجب أن نقف الآن الدول العربية القادرة والواقف ومنها الرئيسية الأربع نعم اليوم الموقف من قطر هو دفاع عن كل الأمة العربية اللا تستهدف وتسقط فالمسألة ما فيها إيش اللي في باله يطمح إليه زعامة أو إن كانت سيطرة أو إن كانت قيادة عالمية هذه الشيء في باله لكن هل سينجح لا لن ينجح لن ينجح بوقوف دول رجال ونساء وشعوب المنطقة وقياداتهم الواعية لن ينجح فأحنا نتحمل الآن مسؤولية ليس فقط عن دولنا بل نتحملها عن بقية العالم العربي